لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملء لك السلام عليكم ورحمة الله أحبتي في الله تقبلوا الله منا ومنكم صالح الأعمال في هذه الأيام المباركة وكل عام أنتم بخير مستمرين معكم في تغطية الأحداث زي ما عرضنا مبارح الكلام اللي شفناه في يوم عرفات والأحداث التي كانت أحداث هادئة ولكن تشوبها الحذر لاحظنا قلة الأعداد وقلنا مش هنستعجل من أول مقطع فيديو نزلناه ليكم قبل الفجر في فجر يوم عرفات قلنا من استعجلش ونحكم على موضوع قلة الأعداد ورويدا رويدا بدأ يظهر لنا أن الأعداد قليلة تعالوا النهاردة نتابع أحداث اليوم الثاني من الحج أول أيام عيد الأضحى المبارك زي ما بيظهر أصدنا على الشاشة بدأنا معاكم من مشاهد كانت فترة الصبح لمكة وشايفين كلنا كما يظهر أمامنا على الشاشة الحجات بيؤدوا المناسك بتاعتهم بمنتهى الارتياحية لأن الأعداد قليلة جدا ما أعلن أن الأعداد 800 ألف يعني في اعتقادي وجهة نظري لا تصل الأعداد ولا ترقى أبدا لهذا العدد لأن منهم 150 ألف من القائمين على خدمة الحجاج فزي ما أنت شايفين الناس ماشية بينها وبين بعضها مسافات كبيرة جدا أماكن في يعني تبدو كما يظهر أمامنا أماكن يعني وسعة ما فاش حاجة خالية ما فاش حاجة تكاد تكون خالية من الناس هذا هو ما غلب وأهم مشهد من مشاهد الحج ولكن خلينا ندردش مع بعض وإحنا بنشوف هذه المشاهد ونقول أخطر ما في المشهد لليوم الثاني على التوالي في الحج عدم ظهور الملك سلمان ظهور مباشر وواضح جدا طبعا إمبارح أرسل إلي الكثير وقالوا لي الملك سلمان ليه ما ظهرش لغاية دلوقتي إلى الآن فرديت عليهم وقلت لهم يعني لا نستعجل هذا الأمر ربما يظهر الملك سلمان في ثاني أيام الحج يعني المفاجأة إن الغاية دلوقتي لم يظهر الملك سلمان الأغرب من كده الأخبار اللي طلعت إن الملك سلمان بيتابع واللي الملك سلمان بيشرف وحاولوا يجيبوا صور وفيديوهات كلها قديمة الموضوع يعني بيزيد الشكوك حول الحالة الصحية للملك سلمان أو حتى الأخبار التي تتداول منذ فترة أن الملك سلمان قد مات وأنه سيعلن خبر وفاة الملك سلمان بعد انتهاء موسم الحج بقليل كل دية أخبار بتؤكد لنا إن إحنا دلوقتي بنتعامل مع ملك حاضر غائب في حكم الموجود ولكنه غير موجود ولا يظهر للناس بصورة واضحة ولو كان هم عايزين يقطعوا الشك باليقين كان المفروض إنه هم يجيبوا فيديو بالصوت والصورة وينطأ الملك باليوم وبالتاريخ ويتكلم إنه هو موجود ويثبت ذلك ولكن يعني خلينا وإحنا بندردش مع بعض في موضوع الملك نستعرض المشاهد التي تظهر أمامنا طبعا كلها مشاهد أول ما تدايق التصوير الكادر بتاع التصوير تظهر الأعداد كما لو أنها كسيفة كما يظهر أمامنا على الجانب الأيمن من الشاشة شايفين الأعداد عشان التصوير قافل زوايا التصوير فيبدو إن فيه زحمة أما على الجانب الآخر شايفين الكباري والعربيات بتجري من جنبيها وده ما كانش خالص موجود في مواسم الحج ما قبل الجائحة ومشاهد كلها بتظهر أن الأعداد فعلا قليلة جدا 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 يعني ولكن دعونا نكمل الكلام في موضوع ظهور الملك فغياب الملك في هذه المناسبة الكبيرة ممكن نطلق عليها بارتياح أنها المناسبة الأكبر للمسلمين والحدث الأكبر على مدار السنة اللي بتستضيف المملكة السعودية بن قسين أرض الحجاز أو العكس فكيف لا يظهر الملك ودية عادة سنوية بتحصل كل سنة فلماذا لم يظهر الملك شاركوا معنا في التعليقات وقلوا لنا رأيكم إيه في هذا الموضوع الخطير جدا الملف اللي إحنا لسه مش فتحناه بالصورة الكافية إحنا بس مشغولين في مناسك الحج وقعدين بيعني كل همنا إن ينتهي هذا الموسم بمنتهى الأمن والإيمان والسلامة والغفران لحجيج بيت الله وربنا سبحانه وتعالى يتقبل من المسلمين اللي راحوا اللي ليه أقارب اللي ليه أخواله أعمامه أو أخواته في موسم الحج ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم جميعا شايفين المشهد بتاع رمي الجمرات في دلوقتي أصدنا أهوة مشهد رمي الجمرات بيؤكد لنا بوضوح إن الأعداد فعلا قليلة جدا جدا وفي موضوع قلة الأعداد أرسل إلي المتابعين وقالوا لي إن يعتبر الأعداد القليلة دي خلاص اللي اتفقنا إن هي أعداد قليلة أكتر من نص الأعداد من المملكة السعودية يعني أعداد رمزية جدا وأنا عملت حلقة قبل بداية الحج وقلت إن فعلا إما تيجي تحسب معايا وتشوف الأعداد هتلاقي إن مصر مثلا أكبر دولة عربية تعداء إسلامية تعدادا للسكان كام واحد طالع منها عشرين ألف تبقى للإحصائيات الرسمية أكبر دولة إسلامية على الإطلاق الأعداد اللي طالع منها ما يقرب من ثلاثين ألف تقريبا فإذا كان أكبر دولتين أكبر دولة عربية إسلامية وأكبر دولة إسلامية على الإطلاق طالع منهم خمسين ستين ألف فما بالك باب بقية الدولة فعلا الإحصائيات لا تكذب وبعد انتهاء الحج هنعمل لكم حلقة أو حلقتين هنقول لكم نظرة عامة وتحليل دقيق بين كل الجوانب لأن في ناس طبعا بتبعت لي وبتقول لي ظهور الإمام المهدي وسبحان الله أنا مستغرب جدا ناس بتبعت لينا بتقول لنا قاعدين بقى لكم سنتين ثلاثة تقول لنا المهدي هيظهر وما بيظهرش بالرغم أن إحنا بقالنا سنة فقط على القناة على اليوتيوب ناس بعتها بتقول لنا سنتين ثلاثة فدائن دال يدل أنهم لا يتابعون ويقذفون بهتانا وظلما يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني كانت هذه تغطية أحبتي في الله لمعظم الأحداث التي كانت اليوم في اليوم الثاني للحج الأول من أيام عيد الأضحى تابعونا غدا بإذن الله مستمرين معكم في تغطية هذه الأحداث ومعليش سامحونا ما نزلناش النهاردة غير المقطع دوت والحلقة بإذن الله الحلقات تنتظم ربما من أول بكرة ثاني أيام العيد بإذن الله عارفين كلكم أن العيد له أحكامه الخاصة به وإحنا برضو مش عايزين نسقل عليكم يعني بأكثر من حلقة ونحاول لأن ناس بعتت لنا النهاردة ليه ما عملتش أكثر من حلقة إن شاء الله معنا مواضيع مهمة جدا جدا عن الجيش الموحد والسفياني والعلامة بتعدي الحجة الكسوف في أخبار جديدة انتظروها غدا بإذن الله ولا تنسونا دائما من صالحي الدعاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر